هذه هي أجواء تاني أيام الحملة الانتخابية لمحليات السابع وعشرين نوفمبر هنا بالعاصمة أجواء باردة في الخارج عكست تماما برودة النشاط الحزبي المحلي غياب شبه تام للملسقات في الأعمدة المخصصة لها لا تجمعات شعبية لحد الآن حتى وإن كانت الجمعة يوم راحة وهذا ما بررته الأحزاب السياسية بمرحلة جس النبض هو نقص في الإعلام المواطنين على انتراقة الحملة الانتخابية وانتراقة العمالية الانتخابية هذا اللي خلالهم هذا اللي خلال الأمور تبدأ بالتدرج وعني هي طريقة هي حاجة عادية هي أولا كانت استراتيجية ثانيا عمل تقسيم الوقت والمهام ومساوى الجميع أحياء باب زوار دونك هالأمر يطلب أكثر تنظيم بيش تكون خرجة قوية أما عن الفضاء الأزرق نحن نركز على العمل الجواري على عكس خطابات الأمناء العامين ورؤساء الحزاب السياسية التي ارتكزت مع بداية الحملة الانتخابية على المسائل الأمنية والظروف الحالية التي تعيشها البلاد اكتفى المحليون فقط بشؤون المحلية التي تخص بلدياتهم خطاب محلي محف لأنه راح ندرسوا نقاط نقاط سوداء ونقاط المرافق الضرورية اللي راح نقص على مستوى الإقليم بزوار احنا أقرب للشأن الداخلي بالسكان داخل البلدية ويبقى الإطالة العام السياسية الإطالة العامة للحزب هذا من اختصاص رئيس الحركة بداية محتشمة باهتة للمترشحين المحليين رغم تواصلهم المباشر مع أبناء بلدياتهم تدخل حسبهم في استراتيجية جس النبض في انتظار الأسبوع الثاني أين سيحتدم الصراع على استمالة المواطنين واسترجاع حبل الثقة الضائح ترجمة نانسي قنقر